جهود دقوبة تقوم بها دولة لترسيخ فكرة الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من الأليات والإجراءات المتعددة ويأتي على رأس تلك الإجراءات إطلاق الحكومة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر كوب 27 وضمن رؤية متكاملة منها تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناع الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز قدرة التنفسية تتبنى الحكومة الجديدة التي حظيت بثقة مجلس النواب من خلال برنامجها للفترة من 2024 حتى 2027 تتبنى ترسيخ فكرة الاقتصاد الأخضر ذلك من خلال عدد من الآليات والإجراءات في مقدمتها إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر وانطلاق من أهمية هذا النموذج المستحدث من الاقتصاد وانعكاسها على المواطن والبيئة المحيطة به وضعت الحكومة رؤية متكاملة من ضمنها تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية مع استكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية وتضمنت الرؤية الحكومية العمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجية لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء وتضمن البرنامج الحكومي المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة للوصول بنسبة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2026-2027 وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوية مع تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص وتستهدف الحكومة أيضاً إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة مع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تسهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية